كيف تشتري أرخص تذاكر طيران؟ أول نصيحة تكون مرن بموضوع السفر وخطط لسفرتك قبل بأشهر وما تحجز قبل بأسبوع من سفرتك وتقل لي بدي لائي حجز رخيص تاني نصيحة استخدم مواقع حجز تذاكر طيران مثل Sky Scanner, Kayak, Google Flights موقع Sky Scanner بالنسبة لي هو من أكتر المواقع اللي بحب أحجز عن طريقة لأنه بكل بساطة فيك تحدد شهر كامل وتختار أي يوم بهذا الشهر بيكون الأرخص وتحجزه أو فيك تحدد أرخص وقت للسفر من مدينة A لمدينة B ونصيحة مني بخصوص هذا الموقع لتحجز عن طريق الشركات الوسيطة والأفضل أنه تتأكد أنه هاي الشركة الوسيطة مو شركة نصب وحجز عن طريق الشركة الأساسية يعني الخطوط الجوية الأساسية ثالث نصيحة اختار مدينة وخليها تكون مركز أساسي لرحلتك مثل فرانكفورت ورابع نصيحة لا تسافر بأيام العطر رحم الله والديك لأنه شركات الطيران تعرف أنه أغلب العالم معطلة في أوروبا بأيام مثلا السبت والأحد فبترفع الأسعار لهيك أرخص الأيام هو الثانين والثلاثة بأوروبا تحدينا خامس نصيحة عرف لي تسكرتك شو فيها تفاصيل مثلا هل بيتضمن السعر وزن شنطة الظهر اللي هي بتكون 8-10 كيلو أو شنطة الظهر وشنطة الشحن لأنه كتير أيام بيكون سعر التيكت مثلا مع شركة رايان إير 7 يورو بس الوزن إذا حابب تشتري مثلا ونفرض وزن بيوصل للـ 40-50 يورو أو مثلا انتبه لموضوع الـ Check-in أنا صارت معي شخصيا كنت طالع من يوتوبوري لإيرلندا كنت شاري تيكت بـ 8 يورو تمام؟ ونسيان أعمل الـ Check-in على الـ App على الموبايل وبتفاجأ بالمطار أنه الـ Check-in ما في حصرا على الموبايل وإذا بدي أعمل الـ Check-in بيكلفني 55 يورو فللأسف دفعوني غرامة 55 يورو فلا تنسوا تعملوا Check-in قبل 24 ساعة وحكولي إذا حدا منكم صار معه نفس الشي تحت بالتعليقات ولا تنسوا تعملوا Check-in بالزات لثلاث شركات هني الريان إير وإيزي جيد والويز أعملوا Check-in بالبيت عن طريق الـ Application قبل 24 ساعة بتمنى تكونوا استفدتوا من هاي المعلومات وتحياتي لكم جميعا